مرحبا بكم محمد الجرايا خبيب في الاقتصاد كيف العادة في الحلقة نتاع اليوم مش نحاول نحلو ونعلقو على بعض الأحداث وإلا المعلومات الاقتصادية الملاحظة الأولى وإلا الحدث الأول هو أنه بعد الاتفاق اللي وصلته الحكومة مع تنسيقية الكامور وصحه المحارة للكل فم بوادر متع أزمة جديدة في الأفق السبب ماذا؟ يقولوا اللي الحكومة لم تبادر إلى حد الآن بالإنجاز متاع الوعود وإن كان هي بيدها وقت اللي يتزمت بالوعود عملت جدلة كما تقولون أنت يوميا وإلا خلط الطريق لكن الوعود الآنية والحينية موقعش البداية في التنفيذة متاعها وبدأ ينفض صبر التنسيقية في الكامور ولهنا الحقيقة نفهموا أنه موضوع هذا والأزمة اللي في الكامور اللي ولات ملحمة ملهمة لعديد الاحتجاجات في العديد من الجهات كيمة جابس كيمة جفصة كيمة باجة كيمة القصرين كيمة صفاقص اللي هما بكلهم يقول لك كيمة عملتوا يا حكومة مع الكامور وانتم وعدتوا يا سي رئيس الحكومة وعملوا معنا أحنا ولهنا الإشكال يقعد دائما وأبدا في علاقة مع وجود من عدم وجود الإمكانيات والموارد والتمويل حتى وعدوا حتى برنامج من يجب على الإنجاز متاعه مغيمة تكون هناك موارد وحنا علقنا عن موضوع هذا وقلنا منين مش نجيبوا الموارد اللي يقع الاتفاق عليها ولهنا بعض الملاحظين في اللحظة الصحافة قال نعني ولينا في مرحلة جديدة وإن مقاربة جديدة للحكم سمناها كامور كرسي يعني كامور قراطية يعني نوع جديد من الديمقراطية ويقول أنه رئيس الحكومة معناها معطاش أهمية للوعود مضبوطة بآجال على قدر معطاء أهمية أنه يحب يعني يطبق نفس المقاربة بالنسبة للجهات الداخلية وتعاهد بذلك وبطبيعة الحال هم من حقهم بش يقولك مدامك وعطنا يعطينا الإنجاز ودائما وأبدا نقطة الضعف في المقاربة هذه هي شح وإلا نقص إذا كان من قرش إنعدام الموارد المالية في خبر موالي لاتحاد الأوروبي ممثل في فرنسا وفي إيطاليا ما زال يواصل الدعم متاعه للتجربة التونسية وفي هناك إعانات مهمة للمناطق التي تستحق تأهيل طرقات وبنية تحتية كيمة المحمدية والمروج والأحياء الشعبية وغيره لحقيقة هذه هي اتفاقيات ومعناها هيبات مهمة إن شاء الله يقع الاستعمال المتاحة في معناها الأهداف التي يرسل إليها وإن شاء الله الفلوس توصل للمصالح اللي يشوفها المواطن لحقيقة في بعض أحيات كما حي السجومي وإحنا تواء على أبواب الشتاء ومعناها البحيرة وإلى صدخة متاع السجومي كل عام يصير فيها إشكاليات وإحنا على بداية موصل الأمطار نشوفنا الفيضانات الشابت معناها ارتفاع مهول في عدد بعدها الأضرار والحجم متاحهم في جميع الجهات وهذا من نقصد من البنية التحتية إن شاء الله يقع التلافي امتعه في إخبار موالي الرئيس المنظمة العالمية للسياحة قام زيارة لتونس واستقبل رئيس الحكومة وأكد على دعم المنظمة للسياحة التونسية وفي الزيارة متاعه هذه لتونس بشخصه دلالة وعناها إشارة مهمة ولسانة مهمة لوكالات الأسفار ومتعاهدي الأسفار لتور وفيراتور باش يبرمجوا تونس كوجهة سياحية أولية ودية الأول القائمة وهو بلو قال قال تونس على خاطر الاستقرار اللي فيها وعلى خاطر المناخ اللي فيها مش تكون أول وجهة ننصح بيها الحرافاء متاعنا باش يمشيوا للسياحة في تونس في الموسم المقبل وهذا إذا كان يتحقق مش يصلحنا بارشة أمور فيما تخص المالية وفيما تخص العمل بالنسبة للقطاع السياحي وفيما تخص معناها العملة الصعبة اللي مش تدخل وهذه معناها إن شاء الله التم وإن شاء الله ما يرقعش معناها إشكاليات اللي هي تقوض معناها الوعود هذا في الخبر الرابع أو المعلومة الرابعة المشكلة ما زالت قائمة بين البنك المركزي والحكومة في ملخص تمويل عجز ميزانية تعديلية 2020 الإشكال القانوني وفسرناها قداش ممرة وقلنا إلي محافظ البنك المركزي متمسك بترخيص من مجلس النواب الشعب وإلا بغطاء قانوني يسمح له باش يمول على خلاف ما ينص عليها القانون باش ما يقعش المحاسبة متاعه لكن زال الإشكال المالي واقتصادي حيث أن السيولة اللي هي مطالب بها باش يوفرها مش يتوفر في شكل طباعة وضخ أموال دينار التونسي جليدة وهذا يعمل ارتفاع بالأسعار تضخم مالي قد يفوق الرقمين معاش نحكيه على 5.7 أو 7.8 ممكن نتعداون 10 و 11 وهذا خطير على المواطن وهذا زال من شأنه أنه يجر عليه انهيار لقيمة العملة دينار التونسي مقارنة بالأورو وبالدولار وهذا يعكر التوازنات المالية في علاقة بتزديد الديون والآجال اللي هي قادمة عليها تونس ويقول القايا في عضل التجيه وللحل الساهل ونطبع الفلوس علاش ما رجعوش الثيقة مع المستثمرين علاش ما ننشطوش الاقتصاد بتحفيزات أو امتيازات وتسعينات وعلاش ما نردوش بالنا من مسالك التوزيع فما إشارة أخرى أو خطر آخر وقتلي تكثر السيولة ويقع ضحفها في تونس أشنو الضامن لنا والتقومة والبنك المركزي أن السيولة هذيكي قصد منها والمعظمها ما تمشيش في السوق الموازية وما تمشيش في الاقتصاد معناها الغير منظم وهيكا وهذاكي يكون معناها ضربة قاضية للحلول هذية هذاك علاش بعض المختصين يقول لك ما نمشيوش مباشرة وما نساهلوش مع طبعان الفلوس لأنه الإشكال عميق ونخاف وتفلة الأمور من جملة الحلول اللي قاعد يداولوا فيها وخاصة معنا حاملي الفكر على الاقتصاد الإسلامي رجعنا لموضوع السقوك الإسلامية وقاعدين يقولون في المنابر وفي البلاتوات علاش ما نرجعش للسقوك الإسلامية باش نفضوا مشكل السيولة والمشكل اللي احنا واقعين فيها من ناحية المالية أولا خلينا نذكروا ايش معناها السق إسلامي السق إسلامي يشابه لوبليجاسيون معناها شهادة لكن ما يتعطاش على إثر مساهمة في تمويل دين كما نعمل لزوبليجاسيون ونوجدوا الفلوسه من بعد اللي يتحصل على الفلوس الجيهة والهيئة والهيكل يتصرب فيها كما يحب لا المبدأ متع السقوك الإسلامية هو أنه مجموع المدخرين يساهموا ويتلاقاوا السقوك الإسلامية وقابلوا الساهم وساهمة في أصول عينية يعني يجي يقول لك عندك شي مؤسسة عندك شي ميناء عندك شي ما وسمعنا هكالمرة على السالة متاع رادس وغيروا من المؤسسات اللي تكون أصلية يعني أصول ثابتة ولي تكون الدر مداخيل ثابتة معناها مضمونة وقسم من المداخيل هذاك يقعد التزام لإيفاءه وإلا لتقديمه للناس اللي تشارك في السقوك الإسلامية وبطبيعة الحال بشي يضنونهم الحقوق يعطيهم السقوك كما الرقاع والسقوك هذه نجم يخليها ويستفاد بالمردودة متاحها السنوي وإلا وقت ما يحب ينجم يبيحها ويتحصل على الفاير القيمة وإلا معناها المربوحية مباشرة لهنا فم إشكال تشريعي كيفاش نحب معناها نمشيه في المنوال هذا وننتزمه بمردودية معناها قارة وثابتة سنويا وإحنا معناها في مرحلة استشراف يعني ما يعلم الغيب كالربي سبحانه وتعالى ما تنجمش تنتزم بمعناها قسم معين وإذا مردودية معينة لأنه فم قاعدة الربح والخسارة هذه حاجة حاجة ثانية السقوك الإسلامية مش ممكن تحل مشكل العجز المالية اللي تعاني منه الحكومة في بيزانية عشرين عشرين وواحدة وعشرين علاش لأن الحكومة في حاجة لأهدوان مغير وعندها مقابل أصول مش مش نرهنوا هنا ولا مش مش نعطيه مساهم للحامل السقوك مش نعطيه هالموظفين اللي يخذوا الشارع مش نعطيه هالمعناها النفقات اللي هي تمشي للعائلات ولا تمشي للمتقاعدين ما مش معقول ولذا معناها التلويح هو المنادات بتطبيق منظومة السقوك الإسلامية اللي يحل مشكلة الدولة لا يستقيم من ناحية المبدأ الشرعي اللي مقام عليه السقوك الإسلامية والحقيقة التجربة بتاع السقوك الإسلامية شهدت معناها مراحل وأخذوا رد وأهمها في 2006 بريطانيا التشقت للمنظومة هذه والبنوك متاحها استعملوا السيولة الإسلامية والادخار الإسلامي واللي جاي من الزكاة وغيره وباشروا السقوك الإسلامية وفي فترة معينة اعطات نتيج لكن من بعد صارت انتكاسة بالنسبة للقيمة ومشكل الربح والخسارة ومشكل المديونية واستقرار المداخل تشغلاها في 2011 تتعلق التعامل بالمنظومة السقوك الإسلامية والسبب هو الإرباك اللي صار في المنظومة السقوك المالية البريطانية هذه بخلاصة ملاحظات وقراءة في أحداث اقتصادية وموعدنا في الحلقة المقبلة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر